ما أهم المشتركات اللي قدمتها وزارة التخطيط وهي على علم ودراية في واقع العراق من بناء تحتية من ما تحتاج بهذه الظروف طبعا الأستاذ بالتأكيد دور وزارة التخطيط سيكون محوري في كل هذه التفاصيل هذا الملف العراق السعودي لا سيما في الجانب استثماري نحن نتحدث اليوم عن مشاريع سيتم المباشرة بها في إطار الاتفاق المشتركة نتحدث مثلا عن المدينة الرياضية التي طال انتظارها اليوم حسمت قصة هذا الملف والكهرباء والملعب تم تحديد المكان والمساحة بالضبط وسيباشر به قريبا بجرد استكمال الإجراءات سيباشر به بالبناء الكهرباء هناك الربط الذي سيوفر العراق ألف ميجاوات استكملت كل الإجراءات وحتى فيما يتعلق بالجانب المالي أيضا حسمت وبالنتيجة سيباشر به قريبا ستكون هناك ألف ميجاوات ستد حاجة العراق نهائيا؟ لا هي ما ستد حاجة العراق نهائيا بس ستد جزء من الفجوة الفجوة فيه دائما مصادر متعددة مختلفة لست هذه الفجوة واحد منها هو الألف ميجاوات ممكن تسد جانب مهم من الحاجة بالإضافة إلى التوجه نحو مشاريع الطاقة النظيفة أيضا ضمن اليوم ضمن الإحضار وضمن الاتفاقات التي وقعت أنه التوجه نحو إنشاء مشاريع الطاقة النظيفة بالاستفادة من الإمكانات السعودية المتطورة في دعم جهود العراق في هذا المجال نتحدث أيضا أبقى بالكهرباء أبقى بالكهرباء يعني ما تكلفته؟ متى يتم الإنجاز بربط والخطوط وهذه التفاصيل؟ طبعا هذه القضايا الفنية يمكن مو من السهولة أن أخوض بها يمكن أن يتحدثون عن المراحل الزمنية والمتطلبات ولكن كملف بإطار عام حسمت قضية إذا كان هناك إشكالات في الفترة السابقة يعني هناك بعض الأصوات ربما المعترضة إلى آخره هذه كلها الآن انتهت تم توقيع الاتفاق وسيباشر بالعمل في وقت قريب جدا أعتقد ما يعبر هذه الأشهر اللي جاية طيب بالإضافة إلى طبعا مثل ما أشار الأستاذ من المملكة فيما تعلق بإنشاء المدن الصناعية والاقتصادية هذه أيضا ستكون مهمة جدا في تنمية وتطوير قدرات العراق الصناعية والاقتصادية من أولويات وزارة التخطيط أهم أولوياتها؟ أين ركزت؟ تدري الأولويات الآن وفق مع توجهات الحكومة وسياسات الحكومة والبرنامج الحكومة والمنهاج الوزاري هو نحو تحسين مستوى الخدمات وبالنتيجة كل الإمكانات المتاحة سواء كان على مستوى الداخل أو من خلال التعاون مع الشقاء في السعودية هو باتجاه دعم مشاريع وتنفيذ مشاريع الخدمات طبعا الكهرباء بالتأكيد تمثل محورا مهما من محاور الخدمات إذا تحسن واقع الكهرباء سينأكس إيجابا على بقية القطاعات الأخرى نتحدث عن الزراعة أيضا مهم جدا اليوم السعودية تمتلك قدرات جيدة في مجال الزراعة وهناك ستكون استثمارات واسعة في القطاع الزراعي قطاع تربية المدارس ما إلها حصة من واحدة حاجة إلى آلاف المدارس حصة للمدارس أيضا هناك مذكرة تفهم وقعات وأيضا فيما يتعلق بالمستشفيات وتفاصيل كثيرة حقيقة هناك البيان الختام اليوم الذي صدر بعد البواحثات التي جرت والاجتماعات الفرعية من اللجان يعني هناك 20 فقرة تضمنها البيان الختامي كل فقرة تتحدث عن محور ومفصل مهم من مفاصل التعاون بين البلدين